فوق أكثر من خمسمائة رأس غنم راحوا ضحية حسب الدعاء نتيجة أطعامهم واحدة تلو الأخرى يرمي بها صاحبها في هذا الوادي حتى وصلت الحصيلة إلى أكثر من خمسمائة وخمسين رأسا من الأغنام ضمن قطيع واحد أما السبب فكان أعلاف الدواجن التي تقدم كعلف حيواني بسبب غلاء الحنطة والشعير وبالإضافة إلى الجفاف الذي سحق المراعي والغطاء النباتي ولم يبقي شيئا الحنطة قال يا الشعير قال يا التمر قال يا خالة قال يا هذا الدواجن نجيبه إحنا شوية أرخيص ويمشي يعني يكفيها يعني ذاك الألاف قال ما نقدر ما نقدر يعني أنقاوم نشتري منه أسعار الأعلاف في ارتفاع مستمر والدعم الحكومي غائب بشكل كامل هذا الأمر أجبر الكثير من مربي الأغنام على تقديم أعلاف الدواجن لقطعانهم خلال العامين الأخيرين صار لأربعين سنة أربعين سنة ما صارت عندنا هذه الحالة نهائيا أبد مستمرين على علف الدواجن هذا صار سنتيا وما صارت عندنا هذا الحادثة هذا الوجب تجيبناها إدارة مستشفى الطب البيطري أكدت أن الحالة هي حالة تسمم بسبب الأعلاف ولم تكن بسبب مرض أو وباء كما أشيع في بداية الأمر مؤكدة أنها كانت تحذر بشكل مستمر من استخدام فضلات قاعات الدواجن كأعلاف للمواشي وذلك لأنها غير آمنة على صحتها نحن نحذر دائما أن عدم استخدام المواد العلفية الغير صحيحة مثل فضلات قاعات الدواجن هذا ممكن قد يؤدي لحدوث مشاكل الصحية وحالات نفوق في قطعانهم هذا وقال مربو الأغنام أن الكثير من رفاقهم باعوا قطعانهم لعدم قدرتهم على توفير الأعلاف لها ومن بقي يقاتل الجفاف وغلاء الأسعار وغياب الدعم الحكومي في آن واحد للحفاظ على ما تبقى من قطعه من الموصل محمود الجماسة قناة التغيير